أنا من الناس اللي ما بيحبوش يقفوه في مرحلة الشكوى وإحنا في مجتمع بنقعد في الشكوى كتير والتفسير وإيه هو المرض والمرض عامل إزاي وبتاع أنا دايماً بحب لأننا مجتمعات محتاجة هذا الأمر يكون موجود اللي هو الحل طيب عرفنا إنه في مشكلة إيه هو الحل طب تعالوا نشتغل على الحل طب نشوف إزاي الحل وأنا دائماً أرى إنه الحل يجب أن يكون منهجي يعني إيه منهجي؟ يعني صاحب الحل هو اللي يحل وما ينفعش نقعد في وقت طويل نتكلم في نظريات هو الموضوع ده مين اللي مسؤول عنه؟ إيه الجاية الفلانية؟ لو سمحتم يا جاية فلانية إنتي شايف المشكلة؟ قولناً حتعملي إيه؟ هذا الأمر أهم جداً عن موضوع النحر في الساحل الشمالي أتحدث وقبل أن أبدأ لأنه طبعاً هذا الأمر بيتم استخدامه دلوقتي في مصر كوسيل الضغط اجتماعي أنا ما بتكلمشي على الأغنية المليونيرات اللي في الساحل الشرير والساحل الطيب أنا ما بتكلمش على الحفلات أنا أتحدث عن خمسمائة كيلو من شواطئ مصر وأتحدث عن خطر داهم تتعرض له شواطئ البحر متوسط كلها اللي هو خطر النحر أن يحدث نحراً أنا لا بتكلم على المشكلة بتاع الدبلو وبتاع تستيلا وهل مراسي هي السبب واليخوت؟ لا خالص خالص أرجوكوا اطلعوا معايا الفوق شوية وخلونا نتكلم في المشكلة الأساسية النحر أنه يحدث الآن في هذه الشواطئ نحراً يعني نحراً يعني الشاطئ بيرجع لورا وابتدت شواطئ كتير ترى صخوراً الناس مش عارفة تنزل الميا سيبكم الموضوع أنهم ينزلوا المياه وما ينزلوش نتحدث عن تغيرات بيئية خطيرة ابتدت أسأل لما الكلام زاد اليام اللي فاتت ديت ابتدوا يلاحظوا الحكاية دي من 2017 طبعاً كانت بسيطة خفيفة وابتدت تحصل في شواطئ صوتها منخفض شوية مش من الناس اللي بتشتكي بصوت عالي عدد من الشواطئ مش حاولي اسمها ولكن هذه الشواطئ من 2017 ابتدت ترى النحر عندها ثم العام اللي فات والعمدة ابتدى شواطئ زي ستيلة وديبلو الناس اللي دفع دم قلبها اشتغلت برة وتعبت ومش عارف ايه جم ينزلوا المياه السنادي لو أطوب سوحلوا منتهت عايشين في حالة ضنك وطبعاً عايزة أوري حضراتكو الصور دلوقتي ابتدنا نحط شوية تراملة نعمل مش عارف ايه وحواديد كده والكلام بقى على اطلاقه اه والله يا أصل هو مراسي لما عملوا المارينة بتاعتهم المية تحجزت ما تحجزتش طب يا جماعة هو احنا قاعدين في مكلمة مين المسؤول عن هذا الأمر مين يقول لنا إيه اللي حصل ومين يقول لنا إيه اللي بيحصل ده دور الدولة دور وزارة البيئة دور مجلس الوزراء دور ناس تخش تقول هو إيه اللي حصل مين السبب وإزاي تحل لغاية دلوقتي احنا الثلاثة أسئلة دول مجوش والله لو جيت وطبعاً عشان بس الأمر ما تفتكروش بسيط الأسئلة الثلاثة دي عشان يتجاوب عليها محتاجة جهتين يا في جاء من الداخل يا جاء من خارج ورسومات أقمر صناعية مسألة مش سهلة يعني مش هيقعد وحكاة مسألة خير لا هو اعمار لا مش عارف مين هو لا لا خالص الموضوع أصحب وأعقد من كده بشكل لا تتخلوه لما بتقيت أسأل بتقيت أفهم في مصر القادر على التصدي لهذه المسألة القوات البحرية من الخارج القادر على التصدي لهذه المسألة بيوت خبرة أجنبية معقدة جداً تتقاد الملايين لكي ترد على هذا السؤال إيه السبب؟ طب أنا عايز أقول لحضراتكم إن إعمار نفسها أو مراسي نفسها فيها أماكن الصخر فيها طلع يعني هي نفسها عندها نحراً النحر ده أنا قريت النهاردة بحث لأحد الخبراء المتخصين مصريين قال لك من أوائل التسعينات يعني من ألف وتسعمائة حاجة وتسعين النحر ده شغال هو بوريس جونسون لما طلع يتكلم إنه هو الآن على اسكندرية في مؤتمر المناخ اللي فات هو بيقول الكلام ده مثلاً كده شمعنا ناقة اسكندرية من أربع خمس مدن في العالم فإحنا ما بنتكلمش على موضوع أنا شايف فيه تبسيط مخل في الحكاية إعمار غلطانة خلال شوفوا إعمار غلطانة تدفع تزيل تعمل الموضوع مالوش علاقة بإعمار طب ليه علاقة بمين؟ طب إيه بيتحدثوا عن إنه بيتعمل مصدات وحاجات تحت الأرض وحاجاتها يعني موضوع كبير جداً طيب هل يا جماعة فيه مثلاً بيوت خبرة أجنبية جات قالت لنا إيه الموضوع؟ نحن نتحدث عن شاطئ بقول لحضراتكم ده لسه في الساحل اللي هو الشرير تعرفين ناس مقسمة لغاية مارينة الساحل الطيب وبعد مارينة الساحل الشرير أنتو بتتكلموا على مشاريع من أول إسكندرية خد بقى فيها بقى اللوتس وماربيلة ومارايا ومارينة وبعدين مدينة العالمين الجديدة وبعدين تخش على بعد كده ديبلو وستيلا وهسيندى باي وهسيندى وايت وهسيندى الحمرة وبعد كده تخش على بعد كده غزالة وبعدين تروح على سيزر وبعدين تروح على جون وبعدين توصل لغاية ألمازة كل ده في النحر فنحن لانت عشان بس الناس إيه ما يقولكش آه طبعا ناس لا مش أغنية ده فيه مشكلة حقيقية يجب التعامل معها معلومتي معلومتي لما سألت أنه بيتم التعامل حالياً مع هذا الأمر ولكن التبسيط بقى أنه أصله فلان لما بنا ولما من المعلومات برضو اللي لازم نعرفها أنه من ضمن عقد إعمار عمل المرينة بتاعت ليخودي فده معناه أنه لما تم وضع الترخيص ده ووضع الحكاية دي الناس شايفها وعمل دراساتها وعارفها الدراسات دي ما كانتش صحة أو صح معرفش مين يقول لنا مين يعمل كم وعلى فكرة أنا مش واقف على التصيف يعني مش واقف إيه ده أنا جي تنزل الميا أنا أردأ أنا جايبة خالص اوعوا تتكلموا في الموضوع بالتبسيط ده أتحدث عن شاطئ مصر أتحدث عن زواهر طبيعية العالم كله بيعاني مينها حوض البحر المتواصل ده كله بيعاني مينها من الناحية التانية مليونان من إيطاليا من أسبانيا كل الناس دي بتعاني من هذا الأمر والمشاكل ليست مشكلة تصيف وليست مشكلة مشكلة انخفاض أرض في هذا المكان لغاية قدام الدلتا إيه الحكاية وإيه الموضوع هنا بقى يجب أنه تيجي الدولة والله أنا وزارة البيئة أنا بقول لحضراتكم أن أنا ألزمت طبعا سمعت أسامي مكاتب عالمية جمدة جدا ألزمت مكتب كذا اعملوا لنا الكلام دا وأنا بقول أنه فلان وفلان يدفعوا التكاليف حتى مش الدولة مايش إيه الحكاية طب ماذا حدث أظن محدش عارف لماذا حدث طيب ما هو كان قبل ما مراسي وإعمار يعملوا هذا الأمر ابتدت هذه الزورة تبقى موجود طب انسى حتى هي إعمار السبب شو بقى ديه إعمار السبب المارينة ماشي طب دا يتحل إزاي طب مين يكتفع مين تعويض طب مين يعمل إيه إنما إحنا كالعادة زي برضو موضوع الطريق لولا من الرئيس تصدق وطلع يتكلم قال يا جماعة شوفوا حكاية إنما إحنا عادين بقى ناس إيه كل واحد قاعد يقول لك إيه الحق عملوا فينا كذا والتاني يقول لك إيه لا أنا رأي نشيل بقى المشروع دا كله والتاني يقول لك إيه لا هم يدفعون لنا ستين سبعين مليون تأمين طب على أي أساس هنا فين الدولة الشواطئ دي ليست ملكا لا الديبلو ولا الستيلا ولا الإعمار ولا الألماء ولا لا أحد من دول هذه هي شواطئ الدولة وأي تغيرات بيئية خطيرة زي دي يجب التعامل معها هتيجي تقول لي يا عمر إحنا لا إحنا بنعملش ده عشان ناس تعوم أرجو إن النظرة السازجة دي إنه علشان ينزلوا البحر فنقل لا خالص رغم إن ده جزء من المسألة ما هي دي مشروعات سياحية عندما يتم تدمير جزء أساسي منها ما هو اللي قاعد في مدينة سياحية ديت أو قرية سياحية ودافع فيها ملايين مش دافع عشان يلعب في الرملة أو يجيب جردل ويلعب مع العيال هو دافع يعني المنظر اللي أنتوا شايفينه ده في ديبلو وفي ستيلا حرام على فاكرة لما سألت برضو عرفت مراسي كان عندها نفس المشكلة في نفس قطع الأرض وقاموا بترميمها بطريقة يمكن متقدمة شوية بالسلف وأكتر يعني كان عندهم نفس الشيء نفس المشكلة إنما قاموا بعملها بشكل هندسي أحسن شوية يمكن عندهم موارد أكتر شوية إنما هنا أنا بقوناشد السيدة وزيرة البيئة وبقوناشد المسؤولين وإحنا عندنا في مصر الكفاءات اللي تقدر تعمل الكلام ده ونقدر لأنه في العالم كله بيعملوا كده يجيبوا بيت خبرة أجنبي زي ما أنتم بتروحوا يجيبوا حاكم أجنبي كده تعال يا عم حكم لنا قول لنا إيه الحكاية وإيه الموضوع نتحدث عن استثمارات بالمليارات ده على فكرة معالجة هذه الأشياء والحاجات دي بتتعالج ده علاج طويل المدى مش حد شوية رملة هنا وطلع لي بديه شوية يمين ما فيش كده خالص ده إنت النهاردة وأنا بقر أبحث لأحد الخبراء المصريين المحترمين يتحدث عن موضوع تاني خالص إحنا مش روديم بالنا منه يتحدث عن ارتفاع حرارة الماء في البحر المتوسط التي أدت إلى تغيرات بيئية يعني ده مؤقت جدا التبسيط المخل اللي إحنا كلنا شغالين به ده ما ينفعش أنتوا دولة علم ولا دولة مصطبة إحنا دولة علم إحنا دولة علماء إحنا دولة أبحاث إحنا دولة ناس خبراء فلما يكون فيه ثروات كبيرة كده ولما يكون فيه استثمارات ضخمة ولما يكون فيه البحر بتاع مصر الشواطئ المصرية لا تحدث عن أي قرى بس يا حي طب نلحق نشوف يعني أنا اكتشفت أنه من 2017 و18 قرى من قبل مرينة حصل فيها نفس المشاكل طيب الوقت ده كله طبعا أنا بس يعني عشان أكون وقعي برضو معاكم حل هذه المسائل أنا لما سألت النهاردة هو بيت الخبرة اللي حييجي بيت الخبرة اللي حييجي علشان يرد على الثلاثة أربع أسئلة دي بكام قالوا لي رقم ما صدقتوش ومش قادر أقوله على الهوى عشان بس الهبد واللد والعجم موسيقى